مدرسة الأندلسي الابتدائية الخاصة للبنين الصف الثاني اللغة العربية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب أهلا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية التهيئة في نهاية الحصة السابقة أن أقص لكم قصة عن الفيل في بداية هذه الحصة وتكون تهيئتنا لهذا الدرس وقصة الفيل هي أن رجلا كان عنده فيل ربطه في حديقته وربط رجله في سلسلة طويلة وثبت هذه السلسلة فكان الفيل يمشي في الحديقة إلى أن تنتهي السلسلة ويحاول أن يشدها دون جدوى فهي مثبتة فعل ذلك مرارا دون جدوى فأصبح بعد ذلك لا يحاول أن يشد السلسلة ولكن الرجل فك السلسلة ولم تعد مثبتة بعد فلو حاول الفيل مرة سحب السلسلة وتحرك وانطلق في الحديقة ولكنه وصل إلى قناعة بأن هذه السلسلة مثبتة ولا يمكن تحركها أبدا ولعل أحدكم قد تعلم من هذه القصة أننا دائما يجب أن يكون عندنا أمل ولنيأس نحاول مرة ومرة ومرة كما تعلمنا من صاحب درسنا أريسون أنه حاول مئة مرة حتى نجح اختراعه واخترع لنا الاختراع الرائع المصباح الكهربائي ودرسنا لليوم الاستفاة افتح كتابك معي صفحة تسعين وتسعين ومئة وانتبه معي لابد أن تعي تماما أن عندنا أهداف نريد أن نحققها بنهاية هذا الدرس لابد أن تحقق هذه الأهداف بنهاية الدرس أول هدف أن تحدد أسماء الاستفهام تحديدا دقيقا الهدف الثاني أن توظف هذه الأسماء توظيفا صحيحا في جمل من عندك مع الهدف الأول نريد أن نحدد أسماء الاستفهام تحديدا دقيقا أسماء الاستفهام ما للسؤال عن غير العاقل ما على المكتب على المكتب كتاب على المكتب قلم أسأل عن شيء غير عاقل على المكتب حاسوب على المكتب جهاز لوحي كل هذه أشياء غير عاقل فماذا إذا أردت أن أسأل عن عاقل هل أستخدم ما أيضا لا أستخدم من للسؤال عن غير العاقل من من فهم الدرس كلكم يقول نحن فهمنا الدرس كل واحد يقول أنا فهمت الدرس إذن أنا أسأل عن عاقل أقول من الاسم الثالث من أسماء الاستفهام هل للسؤال عن مضمون الجملة أسأل عن مضمون الجملة هل تحقق أم لا هل فهمت الدرس إذا كنت فهمت وأظنك كذلك تقول نعم فهمت الدرس إذا كان غير ذلك لا لم أفهم الدرس أين للسؤال عن المكان نعم للسؤال عن المكان أين حاسوبي في غرفتك على مكتبك أسأل عن مكانه أين يوجد أين قلمي في حقيبتك في مكتبك فأين تسأل عن المكان متى تسأل عن الزمن نعم تسأل عن الزمن أو الوقت متى استيقظت اليوم تجيبني استيقظت مع صلاة الفجر استيقظت الساعة السادسة كم للسؤال عن العدد أحسن نعم كم للسؤال عن العدد كم درسا زاكرت زاكرت درسي زاكرت ثلاثة دروس زاكرت ثلاثة دروس أسألك عن العدد إذن قد حددنا أسماء الاستفهام واستخداماتها ننتقل إلى الهدف الثاني توظيف أسماء الاستفهام توظيفا صحيحا كل واحد يحاول أن يوظف أسماء استفهام في جملة توظيفا صحيحا كما أخذنا في الهدف السابق في معاني واستخدامات أسماء الاستفهام والآن توظيفا لأسماء الاستفهام صلك كل سؤال بالإجابة المناسبة له سأقرأ لك السؤال وأترك لك فترة بسيطة تحاول أن تتعرف الإجابة حتى تثبت في ذهنك إن شاء الله السؤال الأول ما اسمك؟ ما اسمكي؟ أسأل ولدا عن اسمه أو أسأل بنتا عن اسمها ما اسمك؟ ما اسمكي؟ الإجابة أحسن أجابة اسمي عائشة السؤال التالي من فتح الباب؟ فكر خالد فتح الباب السؤال الثالث هل تحب الرياضة؟ أحسن نعم أحب الرياضة السؤال الرابع أين أمي؟ ابحث عن إجابة في العمود المقابل رائع أمك في غرفة الجلوس متى تذهب للنوم؟ ممتاز أذهب للنوم الساعة التاسعة السؤال الأخير كم ممحاة معك؟ رائع معي ممحاة واحدة غلق الدرس نريد أن نؤكد على المعلومات التي أخذناها فنناقش سويا وكل واحد يحاول أن يضع سؤالا مناسبا لهذه الإجابة والرائع الذي يضع أسئلة كثيرة ويجيبها ثم يضع إجابات ويسألها يسأل عليها أسئلة حتى يطبق الأدوات التي استخدمها والتي درسناها اليوم يطبقها في جمل في كلامه ويتدرب عليها جيدا ما السؤال المناسب فيما يليه؟ كتبت لك الإجابة وأريدك أن تضع لها سؤالا الإجابة لدي ثلاثة أقلام ما السؤال؟ فكر معي أحسنت كم قلما لديك؟ السؤال التالي استيقظت الساعة الثامنة توقع السؤال؟ توقع؟ هل يصح أن أقول أين استيقظت؟ تكون هذا السؤال مطابق الإجابة؟ كم استيقظ؟ من استيقظت؟ قل هذه أسمعك وأنت تقول لا ليست أسئلة صحيحة إذن السؤال الصحيح هو أحسنت متى استيقظ؟ لأني أريد أن أعرف الوقت والإجابة فيها تحديد وقت الساعة الثامنة أرجو منكم جميعا أبناء الأعزاء أن يحاول كل واحد منكم أن يستخدم هذه الأدوات وهذه الأسماء في أسئلة من عنده ويوظفها توظيفا صحيحا ويا حبذا لو تكتب في دفترك الأدوات ثم تضع عليها أسئلة وإجابات أسأل الله أن يوفقكم جميعا وأن ينفع بكم وأن يجعلكم ذرية طيبة صالحة نافعة لبلادكم ولأوطانكم ولجميع المسلمين اللهم أمين واجبنا لهذا اليوم السؤال الثاني صفحة مئة بالكتاب تجيب السؤال بدقة وتماع وإذا صعب عليك أي أمر أن تتواصل معي ونحن جاهزون في أي وقت إن شاء الله تعالى نسأل الله أن يوفقكم وأن ينفع بكم وأن يرعاكم ونستفيد من هذه الأيام وندعو الله لبلادنا أن ينجيها الله من كل سوء اللهم آمين اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين أجمعين احفظ أميرنا واحفظ كل القائمين عليها اللهم آمين يا رب العالمين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة